انتقال هذه الوكالة من البصرة إلى الكويت كانت مرحلة هامة في تاريخ الكويت بسبب خلافاتهم مع الولاة العثمانيين في البصرة وبالتالي ازدهرت الكويت آنذاك بحيث أنها كانت في سفن وتجارة مما أثار طمع الآخرين أقصد بهذا الجانب بني كعب قبيلة بني كعب لذلك حاولوا يغزون الكويت ولكن الله الحمد أهل الكويت استعدوا لهم في قيادة حاكمهم والشيخ عبدالله الثاني كيف كان الاستعداد يعني سور ليه ننتقل مع المشاهدين الكرام مثل ما تفضلت أخي محمد ننتقل إلى صورة وطنية بانورامية متمثلة في سيف الكويت نفس جغرافية موقع قصر السيف الحالي المبلغ 1906 ولكن أنا تحدث عن 1783 وبالتالي استعدادات أهل الكويت في هالمنطقة هذه في هالجغرافية استعدوا أهل الكويت في سفنهم ومحاربينهم وبنادقهم وبني كعب أيضا استعدوا لغزو الكويت الشيخ عبدالله الثاني كان مع المحاربين الكويتيين يومنا شاف أن السفن استعدت أهل الكويت قبل ما يصعدون المحاربين أمر الشيخ عبدالله الثاني وهنا نتوقف لنذكر صورة وطنية وتاريخية الشيخ عبدالله الثاني أمر قال كل المحاربين الكويت يمرون علي أسلم عليهم رجل رجل قبل ما يصعدون السفن واضح الفكرة وبالتالي بني كعب ما جوا يتقهون ما جوا ضيوف يبون هالغالية يبون هالأرض وهالأرض هالغالية مهرها غالي مهرها رقاب العيان في المعارك التاريخية فاستعدوا أهل الكويت وصعدوا السفن بعد ما سلم عليهم الشيخ عبدالله الثاني ولكن بعد ما امتعدوا بساعات أمر الشيخ عبدالله الثاني كان خايف على أهل الكويت قال يالله يا فلان ويا فلان سفينا سريعة صقيرة لحقوهم ورجعوهم وشوف طريقة ثانية بدل من الحرب لاحظة معاي نعم قلب الوالد على أبنائه فالحق المحاربين الكويتيين السفن الصغيرة لحقة المحاربين الكويتين وقالوا أن الشيخ عبد الله يقولوا ارجعوا وشراه يعيال بدأوا تشاورون بينهم المغاتلين الكوتين قالوا لا احنا ما نرجع بلغوا محفوظ السلامة طويلة العمر اذا هو خايف علينا احنا خايفين على الديره وعليه ولله الحمد قابلوا ونكع في معركة الرقة وانتصروا وعادوا بقناة مقدموها للشيخ مريم ومن هنا انطلقت نخوة الصباح اخوان مريم